وكان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يده الله قد غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن هذا اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة